ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لا يوجد التواصل بين السلطات و بين الشعب سوى في هذه الأزمات سوى في هذه الأزمات و نتمنى الناس اللي بقيين يديرون معهم حل و يكون دكشي إن شاء الله بيخروا إلى خير حتى يرجعوا الناس اللي بقيين و نتمنىوا لهم كل خير يرجعوا من التولى الاربع في العشية في الليل قبل ما يكون نضرب الخامس الصباح تصل بينا ابن ياسير و اللي نبي نوضي صفطوليا باش نجي للمغرب فادي نحاول نجي غدا تقريبا هكو كانت ساعات قريبا ديك العشاء كوها كنت تاسعة مساء و كده آآ تنفكروا باش ننضو الصباح و نحلو الأبناء و نصفطوا اللي باش يجي فإذا بيهي الرابعة صباحا رابعة و مص تقريبا صباحا تيت تصل بينات و يقوليك ما بقي شكاين لا مجي لا قولوا رابدات ضرب و ما كينش كيف كل شي تتحبس لليفول لا كل شي كل شي تتحبس فهاديك اللحظة ما و إحنا أصلا الليل كله بقينا فيقين ما 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 نعسنا شي فهاديك اللحظة و بدينا متطرين و متعصبين خاصة موتتهية كدلك و تم ترقبوه أش اللي غادي يوقع و كيفاش غادي يصبح صباح يعني كنا في واحد الحالة صعبة جدا للغاية تواصل كان قليل شوية تواصل يعني في اللي بدا القصف خاصة انه و الكونكسيو ما عندوش بزاف طي عطينا غير خبار احنا في هاد البلاسة احنا قالوا إنا سيروا النفاق باش تخباوا باش على القصف و كدا كان تواصل قليل و كنا عايشين على قصبنا بزاف باش نشوفوا الأخبار تنتسنو حتى تيلو حنا هو الخبار من عندو الاباء كلهم اللي منهم احنا نيت كدليك غادي في الطريق شادين مرش المطار محمد الخاميس ضربيضة باش نتلقى مع ابنينا ياسير وصلنا لمطار تقريبا مع الخمسة واربعة دي اللي اشياء طيارة يالله نزلات وكتشوف واحد الهالة ديال الناس اللي متزح من على الباب ديال الخرج من تخرجوا طلبة اللي اللي ينزلوا من الطيارة وكلهم في واحد الحالة ديال يعني نوصف ليك حالة ديال البكاء مليك يتلقى مع الابن ديالو باش يحتضنوا ويعنقوا واحد الحالة يرتلها حالة يرتلها لانه هاديك اللحظة كتعيش بانه الابن ديالك جاء سالما معافا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر